يعني الواحد داخل والتكيف عالي شوية فالواحد مبسوط سعادة غير عادية يعني فربنا يكون فعون بقى يعني أهلين اللي يشتغلوا في حماكن معينة يعني صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد بحية حضرتك جمهورك الكريم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت وهذه الحلقة في ميزان حسناتنا اللهم أمين زي ما حضرتك قلت إنه إحنا دلاتي عادين في تكيف في ناس تانية يعني حتى إحنا جايين من بره ويعني حسين بالحر سبحان الله فارق كبير جدا من إنك يعني في مكان زي ده ده هيعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى مش بقول إنه إحنا في أماكن تانية أو بعدا عن التكيف ما لاقيش حاجة تعيني على الطاعة بس أكيد الطاعة في جو في حر وفي حرارة وفي يعني شمس بتبقى العبادة برضو محتاجة صبر ومحتاجة مثابرة ومحتاجة إنك تربط على قلبك علشان تأدي العبادة لله سبحانه وتعالى يعني حتى بيطربنا عز وجل والمساجد اللي موجودة في مصر أو في موجودة في أي مكان من الدول الإسلامية يعني مش كلها فيها تكيفات فالناس برضو أكيد محتاجة إن هي هنا بقى ما نقولش حتة الصبر لنحن نقول حتة الاستبار على طاعة الله سبحانه وتعالى ليه لأن فيه فرق بين صبر وفيه فرق بين استبار استبار آه أيو الله يبرك فيك استبار على وزن افتعال فتحتاج إلى صبر أشد شوف آية قرآنية في سورة لقمان الله سبحانه وتعالى تحدث فيه عن الصبر بس برضو خلينا نتكلم عن أنواع الصبر من دي مهمة لأن من خلال كلامنا هنبين الفرق ما بين هذه الأنواع الثلاثة وأيها أفضل احنا عندنا صبر على الطاعة وفيه صبر عن المعصية وفيه صبر على البلاء صبر على طاعة أنا بصبر على أوامر ربنا سبحانه وتعالى أنا بحافظ على الفرائض في عز الحر ده أنا بأدي النوافل أنا في مثل هذه الأيام المباركات أيام العش الأوائل من ذي الحجة أنا بكتهد إن أنا أصوم على الرغم إن أنا حصوم 16 ساعة والجو حر والنهار طويل والمشقة والعناة بس أنا حصطبر على طاعة ربنا سبحانه وتعالى أنا في الجودة حقر قرآن في الجودة بالليل حقيم الليل في الجودة أنا هعمل خير في الجودة أنا حتصدق في الجودة أنا حترقب بالناس اللي في الشوارع اللي هي محتاجة فلوس أو محتاجة بذل أو محتاجة أي نوع من أنواع المساعدة أنا معاها فهذا النوع من الصبر بنسميه صبر على الطاعة صبر على البلاء ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني ببلاء أو بمصيبة أو بضائقة أو بشكاية أو بألم أو بمرض ده كله صبر على البلاء في صبر أخر عن المعصية اللي هو في معصية قدامي في واحدة معدية فأنا لا أنا هغض عيني وحغض الطرف علشان أنا لا أنظر إلى الحرام وأمسك نفسي عن المعصية التي تغضب الله سبحانه وتعالى أو قدامي مثلا حاجة ممكن فلوس حرام أو إننا قدف حاجة مش بتاعتي والموضوع سهل لكنني كففت يدي عن هذا الحرام هذه الأنواع الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية من آيات صورة لقمان يقول ربنا على لسان سيدنا لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه فيقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ده صبر على طاعة وانهى عن المنكر صبر على المعصية واصبر على ما أصابك ده صبر على البلاء هذه الآية جمعت الأنواع لهم الثلاثة ترجمة نانسي قنقر